ينصب اهتمام كثير من المنظمات في القطاعين الحكومي والخاص على بناء ونشر ثقافة خدمة العملاء بها لذلك نظمت وزارة الخدمة المدنية هذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد من الخبراء المحليين والعالميين في هذا المجال ولو انه مستوانة في خدمة العملاء ارتفع الى حد ليس ببسيط وهذا كله بتوجيه من المقام السامي والاستثمار الذي دعمت التقنية والاستثمار الذي استعملنا في تدريب الكفاءات الا اننا لن نرضى لن نرضى الي ما هو نفسه العميل يقول يعني بصراحة حسيت فرق وفرق كبير ويهدف المؤتمر الى تشخيص واقع وتحديات خدمة العملاء في القطاع الحكومي واستعراض طرق بناء وتعزيز ثقافة تميز والريادة فضلا عن تطوير الاداء وتحقيق الرفاهية للوطن والمواطن الوزارة حقيقة وزارة الخدمة المدنية احسنت اختيار موضوع هذا المؤتمر لاهميته نحن نريد ان نرفع من شأن الاهتمام بهذا الموضوع علاميا على المستوى الأكاديمي على المستوى العلمي على المستوى التنظيمي على المستوى الأجزة حكومية هذا نشاط حقيقة وزارة الخدمة المدنية وعت عليه وحرصت على ان تعقد هذا المؤتمر مرة اخرى لتأكيد اهميته والحاجة لانه ينتشر بين الأجزة الحكومية الكثيرة وتسهم الثقافة القانونية للعميل ومقدم الخدمة اسهاما كبيرا في رفع مستوى الخدمات العملاء في القطاع الحكومي وهذا هو الطموح من مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي عمر الجراد الإخبارية الريام